مشردون وبلا مأوى رحلة من معاناة إلى أخرى ومن مخيم إلى آخر إنه المجهول من يقود خطهم العاثرة تعب في البحث عن وطن مات في أفئدتهم وراحوا يسكبون عليه الدموع هؤلاء الذين اعتادت الطرقات على خطاهم واعتاد الناس على سماع أحزانهم ورأهم الموت وأمامهم الخوف وعلى عاتقهم مسؤولية الحفاظ على حياة من يعولون ولك أن تتخيل مشاعرهم لو أنك طلبت من أحدهم الحديث لفتح لك سفرا من الأحزان وقد لا تحتاج لأحاديثهم يكفي أن تنظر إلى ملامحهم في جديد مأساتهم المستمرة منذ سنوات كشفت إحصائية جديدة لإدارة تتبع النزوح في اليمن أن التصعيد العسكرية لميليشي الحوثي منذ مطلع العام الجاري يتسبب في تشريد نحو أربعمائة أسرة بصورة يومية معظمهم من محافظات مأرب والحديدة وتعز وتقدر الإدارة التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عدد النازحين بنحو 16 ألف فرد لمرة واحدة على الأقل منذ يناير الماضي لم يبقى لهؤلاء من وطنهم إلا الصحاري والفيافي يفترشون الرمال ويتدثرون ببردها وحرها صيفاً وشتاء يفتقرون إلى التعليم والتطبيب وينظرون إلى العالم الميت ضميره بحسرة ووجع ولسان حالهم يقول على الدنيا السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر